جولة جديدة من مفاوضات بينا بين القوى الكبرى وإيران أملاً في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الجولة الجديدة تأتي فيما بدى وكأنه محاولة لتهديئة الوضع المتوتر بعد تعثر الجولة السابقة من المفاوضات ما تمثل في أعلان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة أن بلاده لا تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60% حال فشل المحادثات وقال المسؤول الإيراني إن الهدف من تخصيب اليورانيوم هو تلبية الاحتياجات الصناعية والإنتاجية فقط لكنه عاد ليؤكد استعداد بلاده لمواجهة احتمال شن إسرائيل هجوماً عسكرياً منفرداً ضدها الجولة الرهنة هي الثامنة في مارة المفاوضات بين إيران من جهة والقوى الكبرى من جهة أخرى وكان الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 قد أتاح رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية وكان الاتفاق ينص على ألا تتجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم الأربعة في المئة ولكن في عام 2018 انسحبت واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق لتعيد لاحقاً فرض عقوبات على طهران أثرت بشدة على اقتصادها لتبدأ طهران في التراجع تدريجياً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية التي ينص عليها الاتفاق ويسود الترقب بانتظار ما ستتمخد عنه الجولة الراهنة من المفاوضات خاصة بعد أن كانت نتائج الجولة السابقة مخيبة للأمال ما دفع العديد من الدول الأوروبية لضق نقوص الخطر من نفذ الوقت ولوحت الولايات المتحدة بأن جميع الخيارات باتت متاحة ترجمة نانسي قنقر